مبنى محافظة كاركوك وهذه قاعة اجتماعات المجلس كما يقال خاوية على عروشها أكثر من ستة أشهر مضت على إجراء الانتخابات وعلان نتائجها والفائزين بمقاعد المجلس ولكن لا تغير حتى الآن فتشكيل الحكومة لا يزال في طور النقاش لأن الاستحقاقات التي يطالب بها كل طرف تقع حجر عثرة أمام التوافق الشعب الكاركوكي عامة بكل قوميات أراد التغيير هذه الإدارة بإدارة جديدة وبوجوه جديدة فكل اتجهت إلى صلاة ديق الانتخاب وانتخبت المرشحين الذين فازوا بالانتخابات ولكن للأسف لا أدري هل هناك أيدي خفية أو هل هناك تخصير من هذه الأحزاب لا فائدة من الانتخابات شاركنا في الانتخابات وما الفائدة لم نميز بين حزب وآخر أدلينا بأصواتنا ولم نرى أي تغيير في الواقع الإداري أو الاقتصادي حتى تأخير أثار استياء المواطنين وامتعاضهم لأنه يؤثر على حركة السوق والواقع الاقتصادي الذي يعاني من ركود واضح كما أن هذه الانتخابات كانت بعثة أمل لدى الكثيرين لتغيير الواقع والإدارة الحالية التي كانت مصدر انتقاد الكثيرين لكن استمرار مشكلة عدم تشكيل الحكومة ولد تساؤلات لدى المواطنين حول الغاية من إجراء الانتخابات حقيقة المواطنون يعيشون في قلق لأنه لم يتم اختيار المحافظة الجديد ورئيس المجلس رغم ماضي ستة شرع للانتخابات وهذا له تأثير كبير على الحال الاقتصادي للمواطن ولا ندري ما أهمية الانتخابات في هذه الحالة الناس شاركوا في الانتخابات لكي يحصلوا على حقوقهم وإذا لم يتم ذلك فما الفائدة؟ لم يتم تغيير المحافظة رغم ماضي ستة شهر ولا يزال الوضع على حاله أثر هذا على حياة المواطن بصورة عام سؤال يطرحه الكاركوكيون في الآوينة الأخيرة بكثرة ألا وهو ما جدوى الانتخابات ونتائجها إن كانت الحكومة المحلية لم تتشكل بعد ولا توجد بوادر تشكيلها في المستقبل القريب جيار سعيد زاقروس تي في كاركوك